أول ما بتسمع كلمة نوستالجيا رمضان، إيه اللي بيجي في دماغك؟ حاجات كتيرة جدا بتجي في دماغ الواحد، بالذات الإعلانات بتاعت زمان، دي بتبقى دايماً حاجة كده ما بتفرقش الواحد يعني، الإسلوب بتاعها الشكل، ولمت العيلة، بس ما كانتش أي لما بتاعت زمان، كانت لمت ثلاث أجيال، مش أنا وبابا وماما بس لأ أنا وبابا وماما وجدي وستي، الله يرحمهم، كلنا بنتجمع كان بيبقى فيه ناس كتيرة جداً، في البيت، دي افتقدناها دلوقتي، ودي بتبقى من أهم الحاجات، كانت بتفرق شخصية الواحد وفي ذكرياته، وكان فعلا الواحد بيحس برمضان، أنه هو مثلاً كان بيبقى قاعد في البيت وفيه ناس كتيرة جداً بتطبخ جوه في المطبخ عشان يحضروا الأكل، يعني كانت إحساس جميل جداً فعلا افتقدنا الموضوع ده طيب، أنت مخرج وكمان صانع محتوى، لو أنت هتعمل فيديو هنتكلم فيه عن نوستالجيا رمضان، تفتكر إيه اللي هتعمله في الفيديو ده؟ واللهي بص هي الموضوع بيبقى تريكي شوية، نوستالجيا رمضان فينا إحنا كشعب مصري مرتبط كمان بممثلين وبشخصيات كتيرة جداً، فالحاجات دي بتفرق جداً حتى في تكوين الفكرة أو الكونسبت اللي واحد ممكن يطلع بيه طبعاً العيلة لامة العيلة دي دايماً في أي إعلان لازم نحسب لامة العيلة وفانوس، ده كده عرفنا هو رمضان، معنى ممكن من غيرهم نقدر نتكلم عن رمضان عادي جداً طبيعي أنا لو هعمل أنا شكل إعلان لرمضان هتكلم على حاجة بعيدة جداً عن اللمة، عن الوحدة، أحب بعكس الآية شوية اللي هو ليه إحنا ما بنبصش من منظور تاني خالص الواحد لو وحيد، هل هيحسب رمضان زي الناس العادية ولا لأ؟ أنا بحب دايماً نروح في الحتة الغريبة، الزاوية العكس، الزاوية العكس، أه